وينضم لنا من القاهرة عبدالباسط بن هامل الكاتب الصحفي الليبي سيد عبدالباسط قبل حديث عن جولة السراجة الأوروبية دعنا نتحدث ونقيم ربما المشهد وسير العمليات حتى الآن وإسقاط قوات الجيش الوطني الليبي لهذه الطائرة وتبين أن الطائر برتغالي كيف تعلق؟ يعني أولا تتكشف حقيقة ميليشيات حكومة الوفاق واستعانتها بالمرتزقة هذه هي الطائرة الثانية في ظرف 15 يوم من بدء اطلاق العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة والإرهابية المتحالفة معها الطيار الأول كان أكوادوري الجنسية وألقي القبض عليه ولازال متحفظ عليه لدى القوات المنطقة الغربية في مدينة الإعجيلات هذا الطيار الثاني المرتزق الثاني وهو برتغالي آمر غرفة العمليات كان قد أكد وكشف أن هناك أيضا مقاتلين من باكستان ومن جنسيات أخرى عربية وأيضا أوروبية استعانت بهم ميليشيات موجودة في مدينة مصراتة وميليشيات طرابلس والجماعات الارهابية استقدمهم عبد الحكيم بالحاج ودفع لهم أيضا فتح باشاغا وزير الداخلية قائد وعراب فجر ليبيا وحقيقة هذه الخطورة توضح أن أمالنا ودم أبنائنا رخيص جدا لدى هذه الحكومة التي أصبحت تسمى بحكومة النفاق وليست حكومة وفاق وبهذا تصرفات انكشفت الحقيقة للرأي العام حتى الدولي أن هؤلاء لا أخلاق لهم كميليشيات يجب القضاء عليها ويجب لابد من تقديم كل هؤلاء القيادات السياسية المارقة الموجودة في طرابلس إلى المحاكمة المحاكمة في ليبيا حتى ينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه من هذه الأفعال هذه الصور التي نراها الآن عبر شاشتكم تؤكد أن هؤلاء يستعينون بكل الأطراف حتى المؤدلجة هناك جماعات إرهابية متطرفة هناك أفراد يعني الناس على الأرض يتحدثون معنا يقولون لنا أن هناك أشخاص حتى لهجتهم مش ليبية وبالتالي يجب الوقوف مع القوات المسلحة مساندتها في عمليات تطهير كامل المنطقة الغربية طيب هذه الميليشيات سيد عبدالباس لأن استقرار طرابلس ليس استقرار ليبيا فقط وإنما استقرار منطقة هذه الميليشيات التي تقاتل اليوم الجيش الوطني الليبي هناك أنباء يوم أمس على أن هذه الميليشيات ليست على وفاق تام وهناك خلافات بين هذه الميليشيات نفسها طبعا هناك خلافات كبيرة جدا هي التي دارت ما بينها صراعات على مدى السنة أو السنة الماضية أو قبلها صراعات مصالح اقتحامات فيما بينها حتى حكومة الوفاق قالتها صراحة أن هذه المجميع المسلحة فتح باشراغا ذكرها قال أن الترتيبات الأمنية فشلت وهو باشر حتى عملها من خارج وزارة الداخلية بقى في بلدة جنزور في ضواحي طرابلس في غرب طرابلس لعدة أسابيع لم يستطع العمل من داخل طرابلس لأن ميليشيات طرابلس منعته أيضا الميليشيات تحالفت مع الجماعات الإرهابية هناك أنصار الشريعة هناك أيضا عناصر موالية تنظيم داعش فروا من درنا أصبحوا هم الذين يواجهون قوات الجيش الليبي في الصفوف الأمامية هؤلاء ربما اتفقوا اليوم فقط أن الجيش الليبي خطر عليهم لكن غدا هؤلاء سيعودون وسيتمكنون من السلاح لا قدر الله وسيكون لهم القوة النافذة حتى على السلطة السياسية وعلى المواطنين البسطة وعلى المصارف وعلى كل المقدرات الليبية سيد عدد البسط ترابلس محاصرة الآن من سبعة محاور وإن طال أمد هذه المعركة هل أصبح دخول الجيش الليبي إلى ترابلس أمرا محسوما إن كان الدخول سيكون سلما أو حربا لا أمرها محسوم انتهى الأمر هناك خطة يتبحها القوات المسلحة لنتأكد أختمونا أن هناك تعداد سكني كبير جدا في المناطق هناك كتلة بشرية كبيرة إذا تحدثنا عن بوسليم عن الهضبة عن الشرقية عن مناطق صلاح الدين يعني نتكلم عن مليون مواطن في هذه المناطق التي ذكرتها وبالتالي الجماعات الارهابية ستتخذهم وهي تتخذهم اليوم فعلا دروع بشرية نحن لا نقاتل أو لا يقاتل الجيش الليبي خصم يعتمد على قواعد الاشتباك لديه أخلاق ومعايير يحتكم إليها في المعركة أبدا هؤلاء يستخدمون حتى الأسلحة الصواريخ ضد المدنيين يستخدمون المدفعية بين الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وبالتالي الجيش استخدم خطة مهمة جدا استنزف الجماعات الارهابية والجماعات المسلحة على ضواحي طرابلس أنشأ طوق كما ذكرتي حاصر طرابلس من ست إلى سبع محاور كان دائما يتقدم في خطوات في الميدان إلى الأمام خاصة في صلاح الدين حتى وصل إلى التقاطع ابن منظور ولكنه كان يتراجع إلى ما بعد معسكر يرموك يستدرج فيها ست مرات تقريبا استدرج فيها الجماعات المسلحة وأوقع فيهم خسائر كبيرة جدا هذا يؤكد أن الجيش الليبي يعمل بحرفية يتعامل مع قواعد الاشتباك وفق القواعد القوانين الدولية أيضا يحافظ على حياة المدنيين ويحافظ أيضا على الممتلكات العامة وأرواح جنوده وبالتالي هذا هو الجيش الاحترافي الذي يحترم ويلابد أن يقدر ولابد أن يعطى له الدعم ولابد أن يرفع عنه الحضر في توريد السلاح الوقت ده من الأسف كان بودنا الحديث عن جولة السراج الأوروبية شكرا جزيلا لك من القاهرة السيد عبد البسط من هامل للكاتب الصحفي الليبية